أيضا في دوق اهتمام مصر بقضية تغير المناخ وخلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي قال سيادة الرئيس أن مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وأنه اعتبارا من 20-23 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية وقال سيادته أن تكلفة هذا النوع من السيارات غالي جدا ويحتاج لبنية أساسية ضخمة لكنها مهمة جدا في معالجة قضية المناخ نحن فيه كم مليون سيارة في العالم أتصور مئات الملايين في العالم كله تصوروا في خلال 8 سنين دول حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع أو على الأقل الغاز والكهرباء ممكن تبقى دي عشر في المية عشر في المية عشر في المية تلاتين في المية هي دي الفرصة هي دي الفرصة اللي هتوفرها هتعمل إحلال حجم ضخمة جدا من السيارات اللي بتستخدم يعني الطاقة الأحفرية سواء كان سولار أو بنزين يتحول إلى غاز أو كهرباء إحنا في مصر كنا شايفين ده زي ما كل الناس كانت شايفها بس اتحركنا اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا جدا أنا بتكلم عن السيارات ومن خمس سنين كنا بنتكلم مع شركات السيارات إن احنا مستعدين هنا في مصر يكون لنا اشراكة مع الشركات دي لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر وابتديني نعمل مش هنعمل ابتديني نعمل مبادرات لإحلال السيارات